أعلن رئيس الروسي بلاديمير بوتين أن صواريخ كروز من تراز سيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ستنضم للأسطول البحري الروسي في غضون أشهر قليلة كما ذكر الرئيس الروسي أنه وقع على إقرار عقيدة بحريات جديدة للأسطول الروسية جاء ذلك في كلمة لبوتين في سان بيترسبورج بمناسبة الاحتفال بيوم الأسطول البحري الروسية حيث شهد العرض البحري الرئيسي بمشاركة 47 سفينة و42 طائرة وعدد من الغواصات الأسطول الروسي مستعد لأولئك الذين يتحدون لأمننا ونحن ننفذ جميع الأهداف البحرية قرب حدودنا وفي مختلف المحيطات الدولية والأسطول الروسي مستعد لتحقيق وإنجاز مختلف المهام البحرية وحتى تحت الماء وجميل أماليات تتحصن ولا مثيلة للصواريخ تركون في العالم لا حواجز لهذه الصواريخ في العالم تسليم هذه الصواريخ سوف يبدأ قريبا اتهم مسؤول كبير في شبه جزيرة القرم أوكرانيا بشن هجوم بطائرة مسيرة قبل الاحتفالات بمناسبة يوم البحرية ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص كانت شبه جزيرة القرم قد انضمت إلى روسيا من أوكرانيا في مارس 2014 عبر استفتاء أطار خلافا كبيرا مع الغرب أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاع الجوي أسقطت خمسة طائرات بدون طيار أوكرانيا وعترضت أحد عشر صاروخا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلات الروسية استهدفت تشكيلا مسلحا مواليا للجيش الأوكراني في منطقة تخير كييف كما صرح بأنه تم استهداف لواء عسكرية أوكرانية في دونتساك مما أصفر عن مقتل نحو خمسين جنديا أوكرانيا هذا بالإضافة إلى استهداف أربعة مستوضعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ذلك دعت روسيا خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في مقتل عشرات الأسرى الأوكرانيين في شرق دونتساك وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن حجوم صاروخي أودى بحياة العشرات من الأسرى الأوكرانيين في بلدة آلينفيكا الواقع على خط المواجهة بشرق دونتساك قال رئيس الأوكراني فولودمير زلانسك إن محصول البلاد هذا العام قد يكون نصف الكمية المعتادة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأضاف أن هدف بلاده الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غزاء عالمية بسبب الحرب حيث لا تزال هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب تتأهب أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير لأن تغادر المواني الأوكرانية غدا إثنين يأتي ذلك بعد الاتفاق الذي تم توصل إليه بوساطة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ويهدف إلى تخفيف أزمة الغداء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن كبرى الشركات الأمريكية بدأت تشعر بتداعيات الأزمة الاقتصادية وذلك من خلال التغييرات التي طرأت على عادات المستهلكين ورغباتهم في الإنفاق وأشرت الصحيفة إلى أن إرادات الشركات تتباطى حاليا مع توجه أغلب الإنفاق إلى الوقود والأساسيات بدلا عن فئات أخرى مثل الملابس والإلكترونيات ترجمة نانسي قنقر